الخبر عندي النهاردة خبر غريب شوي النادي الإسماعيلي بيرفع دعوة أمام القضاء الإداري أو مجلس الدولة بيختصم فيها اتحاد الكورة ووزير الشباب والرياضة لإنشاء أو اتخاذ قرار بالعمل بتقنية الفار ربما هذا أو هذه القضية مرفوعة أساسا في اتجاه وزير الشباب لأن الكورة دلوقتي في ملعبه اتحاد الكورة عمل المؤيسة الخاصة بالشركة الإسبانية ويتبقى والتمويل جاهز لتقنية الفار ويتبقى موافقة الجهة الإدارية اللي هي وديل الشباب والرياضة بالأحرى على التعاقد لأنه التعاقد مع هذه الشركة لمدة ثلاث سنوات ونصف ثلاث سنوات ونصف بما يجاوز عمر اللجنة المؤقتة اللي هينتهي عملها بنهاية طبعا هذا الموسم ويحن طبقناه هنا في البطولة العربية كتجربة لو تفتكروا في بطولة الاتحاد البطولة العربية يعني اللي هو ماتشي الإسماعيلي والاتحاد السكندري طبقت تقنية الفار كتجربة تجربة عملها لاتحاد العربي الحقيقة يعني لكن في النهاية طبقت وكانت نجحها للغاية وأتصور مع تصاعد الأخطاء التحكمية وده أمر بيحدث في العالم كله هنفضل نكرر الجملة دي كتير يعني ولو أنه عندنا زيادة حبتين أو ثلاث حبات فأصبح الفار ضرورة ملح هيهدي الدنيا كلها وهيقر الحقوق ما زلت بقول السازج اللي قال الفار دا ملوش لازمة لا دا كلامه هو اللي ملوش لازمة كلام الصح أن الفار يقر الحقوق وبالتالي لها نسمع أنين من أي نادي من الأندية ولا أي رئيس نادي ولا أي مدير فني والحقوق ستقر بنسبة عظيمة جدا فالكورة موجودة في ملعب الدكتور أشرف صبح نتمنى أنه هو يقول إيه سبب التأخير في اتخاذ القرار إيه سبب التأخير لازم يصارح الرأي العام إيه السبب في التأخير كل حاجة جاهزة المؤيسة اتعملت الاتفاق المبدئي مع الشركة اتعمل الفلوس اتحددت وتجهزت ما فيش غير الموافقة الإدارية إيه عشان دا بيتجاوز عمر هذا المجلس أو هذه اللجنة نرجو دكتور أشرف من فضلك تجاوبنا تقول لنا هل هناك موافقة أو لا وإذا كان هناك تأخير ليه التأخير وإذا كان لا ليه اللا عشان قندية كلها تستريح في هذا الاتجاه اشتركوا في القناة